اكد اللواء جبريل رجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أثناء اجتماعه برؤساء الأندية النسوية أهمية استمرار وتطوير الرياضة النسوية مشيرا لطرح قوانين ولوائح وآليات تحمي اللاعب الفلسطينية وحقها بأن تكون عضوة في الجمعية العمومية لاتحاد المركزي لكرة القدم تعاون معا لصياغ قوانين لوائح داخلية آليات تحمي الرياضة النسوية تحمي اللاعب الفلسطيني المشرفة العامة للدائرة النسوية شوزان شلبي بيانت دور المرأة الرياضية وطموح اتحاد للكرة الفلسطيني أول شي بنسوي لدور المرأة يعني فيش فرق بين دور المرأة ودور الرجل الرجل له دور والمرأة له دور في المجتمع بس احنا يعني قاعدين شوي شوي منحاول انه نخلق وعي في داخل مجتمعنا الفلسطيني لتعزيز هذا الدور اللي يعني هاينا شوي شوي سنة ورا سنة عم بتوسع اكتر وان شاء الله اللي بنطمح له ان هالمرأة تكون مساهمة في الرياضة بالزبط زي ما هو رجل مساهم سحبت قراءة الدور النسوي ووزعت المنح على الاندية ليستعدوا لبدء الدور لتلفزيون القدس لما ابو هلال رام الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر